جننتهم وبهرتهم من ساعة ما عملتها لهم في البيت وهما بقوا خلاص هيتجننوا عليها وبعملها في الاسبوع يجي 3 مرات بسبب حلوتها وطعمتها وكمان بياخدوا منها جوه اللانش بوكس وريحين جايين في قلب البيت عملين يقرمشوا ويكلوا منها عايز اقولك اسهل واحلى حاجة ممكن تعمليها مفيدة جدا طعمها حلو جدا تدي بورة عالي وهما في المدرسة حطها لهم جوه اللانش بوكس عايز اقولك رهيبة لازم تجرب يا تعال اقولك انا ازاي عملتها سهلة وسريعة وكمان مكوناتها بسيطة جدا نص كباية من الحليب وممكن تستبدليها بالمية معلقتين من السكر ومعلقة من الخميرة صليتي بقى على الرسول طب يلا بسرعة صلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام وحط اللايك بتاعك وشيري الوصفة عشان متأكدة انها تعجبك نص كباية الزيت وتقدري تستبدليها بالسمنة بس الزيت هيديها ارمشة حلوة قوي وطعمي لزيز جدا ممكن نحط نص زيت ونص سمنة براحتك يعني بعد كده هحط كبايتين من الدقيق وهقلب بقى الكلام ده كله مع بعضه مع اضافة رشة ملح بسيطة وشواء مع الاضافة لربع معلقة صغيرة من البيكن بودر وهقلب بقى الكلام ده كله مع بعضه بس هقولك على حاجة متقلبيش تعالي نعجن بسرعة لان هي بصراحة لزيزة جدا ومش هتاخد منك وقت خلص هعجنهم كده بسرعة جدا ومش تاخد مني وقت نهي بصي بقى انت لو عزت تزودي من معلقتين لتلات معالق من المية زوديهم انا بصراحة زودت هنا سواء تقريبا معلقتين بس من المية بس ما تصورتش قفلت الكاميرا رحت اجيبي المية رجعت نسيت افتح الكاميرا بس ما زودتش كتير يعني زودت معلقتين ممكن ادي بتاعك يحتاجهم وممكن لا هنا خلاص بعد معجنتها سبها بقى ترتاح لمدة نص ساعة يعني ممكن في النص ساعة دي تخمر معاك ما فيش مشاكل خالص احنا ممكن نخمرها دلوقتي وممكن نخمرها بعد ما نخلص معايا بقى هنا عجوة والعجوة داية الطمر والطمر احنا بنعمله في البيت وهعمله معاكم علشان خاطر ايه تسألت عليه كزا مرن عبارة عن ايه اللي انت بتجيب البلح والبلح موجود دلوقتي كتير في الاسواق وسعره حلوة جدا تخسليه وتقشريه وتشيلي منه النواة هتحطي مثلا على كيلو البلح كباية من الحليب وترفعيهم على النور معا الاضافة لمعلاقة سمنة بس انا مش بحطها دلوقتي بحطها لما باجي اشتغل تمام هترفعيهم على النور هيتشرب اللبن وبعد كده تضربيهم بقى في قلب الكب هيتطلع معاك عجوة رهيبة شديها بقى في الفريزر تقدر اللي انت تشكليها في اي وقت زي ما انا مطلعها دلوقتي حطيت عليها معلاقة سمنة بلدي وعجنتها في قلب السمنة وهشكلها بقى معاك هشكلها للشكل دوك كده حلوة قوي بعد ما فردتهم بقى كده وبرمتهم خدتهم في صانية على جنب واخد العجينة ديت اللي احنا عملناها وسبناها نصف ساعة هقسمها لتلات اجزاء الجزء الاولاني هفرده زي ما انت شايفة كده هرققه قوي انا عايزها رؤيا قوي مش عايزها سميك بس طبعا وانت بتفردي حاولة تفرديها مستطيل او مربع زي ما ديك الجيب يعني مش دايرة اقصد كده يعني كده خلاص هاخد بقى العجوة وابدأ اللي انا احطها بالطريقة دي كده وقفل عليها واروح قطع بالسكينة بس طبعا بعد ما اقطع بالسكينة هقفل كويس جدا اهم حاجة تقفليها كويس جدا عشان ما تفتحش منك في الفرن وبعد ما اقفل عليها بالشكل دا هبدأ بقى اللي انا الفها تاني كده واضغط عليها بس بالروحة طبعا خلصت الكمية كلها الاول اللي انا فردتها هجيب بقى شوية سمسم وحطهم ايه عليها بصي بقى انا عملت ايه عملت خطوة مش صح اللي انا حطيت السمسم عليها ولقيت ومسك فيها بس بعد ما استوت السمسم بقى يقع من عليها الوحدة لكن انا عملت بعد كده ايه بقيت ادهنها باللبن او بشوية مية وحط السمسم بقى بيمسك عليها ممكن تدينيها بصفار بيضة المتوفر عندك يعني شوف اللي اسهلك ايه وعمليه هنا بقى بقى حاول اللي انا قطعهم كلهم قد بعض عشان لما رصوهم بقى في الطبق يبقوا ايه شكلهم حلو كده والولاد بياكلوا منه طبعا الحجم اللي انت عايزاه والطول اللي انت عايزاه عملت معاكم قبل كده كعب الغزال بس بطريقة مختلفة لو انت عايزاه هقوليلي هنزلها لك برضو بس بقى ايه ملفوف جوه بعضو لكن ديت اصابع اصابع كده لذيذة حلوة الروسيون كلهم جنب بعض فلصانية ما تخافيش مش بياخدوا يعني مش بيجبروا في الفرن ولا اي حاجة لا بتثبت زي ما هي بدخلها على فرن سخن درجة الحرارة متين على الرف الوسطاني على الشبكة من غير شوية هتلاقيها طلعت معاك بالجمال والحلوة دي تقدي ايه طعمها حلو جدا ارمشة كده من برا طرية من جوه لذيذة طعم العجوة حلو قوي معلقة السمنة اللي انا حطيتها في العجوة مخليها طعمها حلو قوي لازم تجربيها بصي بقى متفرغة من جوه جميلة ازاي بصي بقى الكمية من كوبايتين دي بس تلع معاك كيلو لربعة من كعب الغزان شوفي بقى هتجيبي بكم من برا